موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو أسبوع جديد وكلمة أخيرة في ساعتنا الإخبارية النهار ده هنتابع جهود الحكومة لمحاولة أو الدولة لمحاولة احتواء الأسعار خاصة وإحنا دخلين على شهر الرمضان إحنا عارفين أنه في منافذ أهلا رمضان في كل المحافظات الآن ولكن النهار ده الرئيس أيضا عاخد اجتماع لدعم قطاع الزراعة ومحاولة أنه هو التوسع في كثير من الزراعات اللي لكي نستبدلها عن الاستيراد بينما اتخذ مجلس الوزراء قررنا الأسبوع الماضي بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقرية لمدة 13 شهر يا ترى ده حيأثر على سعر الدواجن والبيض ولا لأ ده لن حاول نعرفه عفوا لمدة 3 سنوات هل ده حيأثر ولا لأ على الأسعار ده حنحاول نعرفه فيما يخص الأرز وإحنا كنا تكلمنا في الأزمة دي قبل كده أو في مشكلة الأرز قبل كده اتخذت الحكومة قرارا بإيقاف التسعير الجبرية للأرز ده برضو حيكون له تأثير إيجابي على توفر الأرز عارفين احنا التسعيره دي كان امتدت ليه 3 شهر دلوقتي هنعرف إيقاف هذه التسعيره أسبابها تأثير ده إيه على توفر الأرز في الأسواق ولكن تأثيره أيضا على الأسعار الشركات من جانبها قالت ما تقدرش تكمل بالأسعار الاسترشادية أو الأسعار اللي حددتها الحكومة اللي هي من 12 ل 15 جنيه وكان فيه أيضا 18 جنيه لنوع أعلى من الأرز وقالوا مش هنقدر نكمل كده لأن أسعار التوليد اللي جاي لنا بقت أغلى من سواء الفلاحين أو من المضارب وبالتالي الأرز ابتدأ يبقى قليل فيه السوق فهنشوف ده تأثيره هيكون إيه على إيه توفر الأرز في الأسواق ولكن أيضا على أسعاره هيكون عامل إزاي أيضا وفي متابعتنا لزلزال لتركيا الحقيقة أنه الفنانين الأطراق اتخذوا موقف الحقيقة الشديد لاحترام الفنانين الأطراق اللي كلنا بنتابعهم بقى في المسلسلات التركية الطويلة وفي الأفلام التركية أثبتوا أن وجودهم مهم جدا وأنهم يعني يقدروا يقفوا جنب بلدهم وقفة مهمة ولساعات طويلة في بث مباشر استمر على عدد من المحطات اللي انضمت مع بعضها لبث مباشر قدروا أنهم يجمعوا تبرعات تصل إلى 6 مليار دولار لصالح هيا الزلزال الحقيقة أننا أتمنى أن يكون هناك موقفا مماثلا من الفنانين السوريين والفنانين العرب بشكل عام أنه طبعا ما حدث في سوريا ليست كارثة سوريا فقط ولكنها كارثة عربية الحقيقة نحن نعتبر أن سوريا جزء من مهم جدا من العالم العربي والأزمة السورية دي ليست أزمة أولى ولكن أزمات متلاحقة لكن المرة دي أزمة إنسانية بشعة الحقيقة فهنا التبرعات يجب ألا تتوقف عند حدود التبرعات المنفردة أنا عارفة أن فيه فنانين كتار سوريين وغير سوريين اتبرعوا مثلا بأجر حفلة بأجر حفلتين الحقيقة أن القصة يجب أن تخرج من التبرعات المنفردة ومن المبادرات الفردية ومن البكائيات على السوشيال ميديا اللي هي كتيرة جدا لمبادرة جماعية يكون لها إدارة واضحة وحقيقة مشبه ما حدث في تركيا وهي دي فكرة المسئولية الاجتماعية سواء للمفننين أو للمثقفين أو لأي حد هي دي المسئولية الاجتماعية احنا شفنا مثل هذه المبادرات قبل كده في جمع تبرعات للقدس جمع تبرعات للبنان جمع تبرعات لقضايا وطنية كثيرة قبل كده احنا هنا في مصر عملناها في صندوق تحيا مصر بعد ثورة 13 لما كان عندنا أزمة شديدة وعملنا فتحنا كل برامجنا لجمع تبرعات لهذا الصندوق هنا الوقفة المهمة واللحظات اللي الأوطان بتحتاج فيها لدعم المشاهير ودعم الكبار ودعم أصحاب المؤثرين الشخصيات المؤثرة مش رجال أعمال فنانين مثقفين هي دي اللحظات اللي الأوطان بتحتاج فيها هذا التفكير الجمعي وأنا هنا ما بتكلمش بس على وما بقولش إن الناس ما تبرعاتش هم تبرعوا ولكن كمبادرات فردية وهنا الفنانين الأطراق مش هم بس اللي تبرعوا هنا فتحوا واستخدموا قوة تأثرهم على الناس لجمع تبرعات من كل الناس بأرقام ضخمة 6 مليار دولار 6 مليار دولار في ليلة واحدة 6 مليار دولار في ليلة واحدة بث مباشر لساعات طويلة بيعودوا على التليفونات عن طريق التبرعات عن طريق رسالات نصية عن طريق تبرعات فردية عن طريق تبرعات بنوك تبرعات مؤسسات وكل ده كان رايح ليه الهلال الأحمر التركي لدعم المتضرري الزلزال المشهد هو اللي هو كلهم قاعدين على المكاتب بيستقبلوا التبرعات وانت لعشان تكلم واحد من الفنانين الكبار دول هم دول الفنانين اللي كلنا معجبين بيهم في المسلسلات التركية الحقيقة لهم دور مؤثر ودور مهم أتمنى من فناني العالم العربي من القيادات في العالم العربي قيادات المثقفة قيادات الإعلامية أنه الكرسة في سوريا كبيرة ليقودهم الفنانين السوريين يعني يتقدم ذلك الفنانين السوريين علشان يعني يقوموا بعمل داعم للمتضررين في سوريا وزي ما بقول النهاردة مش وقت دايما من أول ما حدث الزلزال هذا ليس وقت السياسة ليس وقت الفلوس دي رايحة للنظام ولا الدولة ولا رايحة لغير النظام الفلوس دي لازم تروح للناس للمتضررين للبشر لأن خلاص الناس اللي خرجوا احنا عندنا فوق خمسة مليون متضرر خمسة مليون مش نازح بقى خمسة مليون مشرد في شمال سوريا من هذا جراء هذا الزلزال المدمر هنتكلم عن التجربة التركية الحية اللي أنا بقدم لها كثير من التحية والكل الفنانيون المثقفين اللي قاموا بها في النصف الثاني من حلقتنا النهاردة فقرتنا الطبية المعتادة كل يوم سبت والنهاردة عندنا فقرة نسائية عن أمراض الرحم والمضايض والحقيقة أنه زي ما تكلمنا عن دكتور السناني يمكن دكتور أمراض النساء من الدكاترة برضو للستات كثير ما بتروحلوش إلا عشان تخلف أو علشان مشكلة صحية لكن ما بنروحش في الكشف الدوري المعتاد يمكن خلاص ابتدى يبقى فيه وعي فيما يتعلق به أمراض أورام الثدي فابتدى يبقى فيه وعي للستات أن هما بيكشفوا بشكل دوري لكن فيما يتعلق بالرحم وبالمبايد الحقيقة أنه مش كل الستات بشكل دوري بتروح عند الطبيب وبالتالي فجأة بنفاجأ بأمراض بنفاجأ بسرطنات في المبايد في الرحم بنتخيل أنه هذه الأعضاء موجودة فقط لقيام بالدور الأساسي اللي هو الولادة والخلفة والحمل اللي هو الدور المعتاد للمرأة لكن ابتدنا نسمع عن سيدات كثر صغيرات في السن بيستقصلنا الأرحام طب إيه اللي بيحصل؟ ليه وصلنا لهذه المرحلة؟ ليه ما عندناش نفس الوعي اللي موجود عندنا كنساء فيما يختص به سرطان الثدي عايزين نتكلم على قضايا المبايد وقضايا الرحم لأنها أصبحت بتدنا نسمع كتير عن أورام أورام ليفية حميدة أو غير حميدة وعن استقصال للأرحام فبالتالي محتاجين نتكلم في هذه القضية علشان نرجع نقول تاني أنه الذهاب للطبيب مش محتاج مصيبة مش محتاج نكتشف كرسة ولكن لابد بعد سن معين يكون فيه كشف دوري علينا جميعا يلا بدي تلحب موسيقى